الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائلة تسأل وتقول زميلتي كانت راجعة من العمرة برا وصار عليهم حادث زميلتي كانت راجعة من العمرة بالبر بالسيارة وصار عليهم حادث وتوفي اثنين من أبنائها وعمل زوجها عندهم نظام التأمين الإجباري فهل يحق لهم أخذ هذه الأموال مقابل وفاة الأولاد وتحطم السيارة والسؤال الثاني ماذا يعادل عتق الرقب في القتل الخطأ الحمد لله الجواب أولا نعزي هذه العائلة التي أصيبت في ابنين من أبنائها جبر الله مصابهم وأحسن عزاءهم وغفر لميتهم ونقول لهم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته زينب اصبري واحتسبي فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ثم نقول بعد ذلك إن عقود التأمين عقود محرمة ونعني بعقود التأمين أي عقود التأمين التجارية لما فيها من الغرر ولما فيها من ربا النسيئة الذي هو أخبث أنواع الربا على الإطلاق وقد وردت الأدلة محرمة للربا بجميع صوره ومختلف أشكاله فلا يجوز للإنسان أن يدخل في عقود التأمين التجاري المعروفة الآن بمحض اختياره لا يجوز ولكن إذا كانت هذه طبيعة عمله فحينئذ يتحملها من وضعها هذا الأمر من سياسة هذه الشركة أو من سياسة هذه الدائرة أو من سياسة هذه المؤسسة وأنت لا تتحمل شيئا حتى وإن كان يقتطع شيء من راتبك بسبب هذه العقود الباطلة الآثمة المحرمة فسوف تجدها أمامك إن شاء الله عز وجل في يوم القيامة لكن أما أن تدخل في هذا العقد طائعا مختارا فإن هذا أمر لا يجوز لأنه من العقود الآثمة الفاجرة التي مبنىها على الاعتداء وعلى أكل أموال الناس بالباطل وهي معاملة مبنية على المغالبة فهي قمار وميسر وفيها غرر وفيها ربا إذن عقود التأمين جمعت بلايا كثيرة واحدة منها تكفي لتحريمها فكيف إذا اجتمعت كلها وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تأخذ مبالغ التأمين على أولادك لأنها عقود محرمة وكل مال كان عن أثر عقد حرام فهو حرام لأن هذا العقد حرام وما أثمره هذا الحرام فإنه لا يكون إلا حراما فكأن هذا العقد كلب ولد كلبة فكلاهما نجس أو خنزير تولد منه خنزير فكلاهما نجس فالعقد الحرام جميع آثاره تكون محرمة فإذن هذه الأموال لا يجوز لك أن تأخذها لا عوضاً عن أبنائك عوضك الله عنهم خيراً ولا عن تحطم سيارتك لأنها عقود محرمة فإن قلت أولا أخذها عوضاً عن تلك الأموال التي أخذوها مني فأقول لا يجوز لك في هذه الحالة أن تأخذ منهم إلا بمقدار ما اقتطعوه من رواتبك السنوات الماضية فقط لأن هذا حقك وعاد إليك أما أن تأخذ منهم شيئاً زائداً فهو رباء فهو رباء مثلاً لو كان مجموع ما اقتطعوه منك في السنوات الماضية خمسة عشر ألف ريال فحينئذ تأخذ من المبلغ الذي سيدفع لك خمسة عشر ألف ريال فقط هذا هو الحق لأنه حق أخذ منك قهراً وقصراً ورده الله عز وجل إليك في هذه الدنيا وأما إذا ترفعت عنها ولم تأخذ شيئاً فإن حقك سوف يأتيك كاملاً موفراً يوم القيامة أما المبالغ على الأولاد والمبالغ على تحطم السيارة فالأصل فيها أنها أموال تأمين يعني ناشئة عن عقود التأمين المحرم وكلها أموال محرمة أسأل الله عز وجل أن يعوضك أن يعوضك خيراً فاترك هذه الأموال فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً مما ترك والله أعلم وأما النقطة الثانية من السؤال ويقولها ماذا أو قولك ماذا يعادل عتق الرقبة في القتل الخطأ إذا كنت تقصد ثمنها فلا أدري عن ثمن الرقاب ولا أدري فعلاً هل يوجد في هذا الزمن رقاب يعني حقيقية أم أنها رقاب فقط لابتزاز الأموال وسرقة الأموال فإن من الناس في بعض البلاد من يدعي أنه عبد أو أنه من هذه القبيلة التي كلهم عبيد حتى يأخذ الأموال فقط وإلا فهم أحرار فأنا أرى والله أعلم أن يعني في هذه الحالة أن عتق الرقبة قد يكون متعسراء عتق الرقبة قد يكون متعسراء فإذا كانت عليك نسبة خطأ في المرور فحينئذ تكفر بصوم الشهرين تكفر بصوم الشهرين تصوم شهرين متتابعين والله أعلى وأعلم تكفر بصوم الشهرين